عقدت مؤسسة كير مصر ورشة تدريبية تحت رعاية مؤسسة كير ألمانيا وبالشراكة مع مؤسستي قضايا المرأة المصرية ووسائل الاتصال من أجل التنمية بالإضافة إلى جمعيات محلية وذلك في عدد من المحافظات في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قامت مؤسسة كير مصر بعقد ورشة تدريبية تحت رعاية مؤسسة كير ألمانيا وبشراكة مع مؤسستي قضايا المرأة المصرية ووسائل الاتصال من أجل التنمية بالإضافة إلى جمعيات محلية في عدد من المحافظات المشروع مشروع إقليمي شغال في مصر وجنوب السودان والعراء وهو بيهدف بناء قدرات المجتمع المدني خاصة الجمعيات اللي شغالة على حقوق المرأة فإحنا حاليا في تاني تدريب من أصل أربع تدريبات بيحاول يبني قدرات المنظمات العاملة في مجال المرأة هنا في مصر بالأخص إحنا بنتعاون مع مؤسسة كير مصر في مشروع ينتهج نهج دعم الفني والمؤسسي للجمعيات والمؤسسات النسوية والعملة في مجال العمل التنموي والعمل الحقية الداعم للمرأة في الأمن والسن وإحنا كشريك لها في هذا الموضوع يتمحور دلنا في إطار الدعاون الفني من خلال بناء قدرات مجموعة من الجمعيات القاعدية في عدد من المحافظات للوصول لهذا الهدف ده جانب والجانب الثاني التوعية بأجندة الوطنية للـ 13-25 والتي نأمل إن شاء الله أن يتم تتشنها في القريب العاجل الورشة الموجودة حاليا بتستهدف بناء قدرات الجمعيات والمؤسسات الآلية علشان تقدر تضمن استمرارية تواجدها بكرة وبعضه في أنها تنمي مواردها من خلال أنها تتعرف على إزاي نكتب مشروع ونقدمه للهيئات المحلية والدولية علشان تضمن وجود تمويلات تقدر تستمر وتقدم مشروعات خدمية ومشروعات تنموية لمساعدة الفئات المهمشة وعلى رأسها المرأة إحنا شركاء مع كار وكمؤسسة إحنا بنشتغل على حاجات كتير فيما يتعلق بحقوق المرأة وتقديم خدمات الدعم سواء النفسي القانوني أو الاجتماعي وبالتالي كل المشاريع اللي بنقدمها بتصب في هذه النشاطات بالإضافة إلى طبعا منهضة العنف ضد النساء مشروع بناء قدرات منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة هو مشروع تنموي طموح يهدف إلى تطوير القدرات المؤسسية للهيئات التي تقودها النساء وزيادة فعالية المنصات والشبكات والتحالفات بحيث يمكن للعملين والعملات على حقوق المرأة أن يقود بناء السلام والأمن والاندماج الاجتماعي وتعزيز صوت المرأة ومشاركاتها في صنع القرأة ترجمة نانسي قنقر